وقعت بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت بالمكلة اتفاقية لتزويد المدارس بمنظومة الطاقة الشمسية في عدد من مديريات الساحل بتمويل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرح حضرموت وخلال مراسيم التوقيع عبر الأستاذة من بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عن سعادته بتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمهيريات مشيرا إلى أن قيادة المكتب حرصت على تفعيل الشراكات مع المنظمات والمؤسسات وجهت لتوفير جلل احتياجات الخاصة بالعملية التربوية والتعليمية لافتا إلى أن هذا التدخل يسهم في حل حالة عدد من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاقتبارية لتبعض المدارس نتيجة لاستمرار قطاع التيار الكهربائية من جانبه أشار الدكتور عوض سالم لغصم مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بحضر موت إلى أهمية يحافظ الصندوق على تدخلاته في قطاع التعليم ادراك منه بأهمية الدورة الحيوية في هذا الجانب